السلام عليكم الى كون السمك مقيد بالكثير من الظروف التي يتوصل العلم الى الان بكل مكوناتها لكن عملية الرصد والدراسة وتراكم الخبرات من الرئاس كونت لنا ما قد نعتبره مرجعا مهما يمكن استناد اليه وغالبا ما يفيد لكن ليس بشكل قطعي طب سيط الامور اقول ان شهية السمك في الاكل تتدخل فيها عدة عوامل من بينها حرارة المياه فالمياه الباردة والباردة جدا تجعل عملية الايد عند السمك قليلة الايد هي عملية الهضم وكمية الطاقة التي يحتاجها السمك للتحرك فكلما كان الماء ابلد الا وقلت حركة السمك مما يجعله لا يحتاج الى الكثير من الطاقة ويقتات بشكل اقل حالة البحر حالة البحر من الهادئ الى قليل هيجان الى هائج وكثير الهيجان فالبحر الهادئ قليل تيارات مما يجعل عملية تهوية ودوابان الأكسجين في الماء اقل ويضطر السمك الاتجاه إلى المياه الأعمق حيث يستطيع تنفس برياحية أكثر وبحيث والبحر قليل هيجان يمكنه تحريك المياه وخلق طيارات تجعل السمك أكثر نشاطاً واستعداد للأكل في حال هيجان البحر بشكل أكثر يمكن أن يتواجد السمك مع قابلية الأكل ولكن هذه المرة تكون أحجامه أكبر من الحالة السابقة لأن السمك الأصغر تحتمي من تكسر الأمواج وقوة التيارات البحرية حالة القمر وكما هو معلوم ينعكس سلبان وإيجابياً على أكل السمك ونشاطه وذلك كما هو معلوم فتطور القمر يتبط بشيئين أساسيين إلا وهو المد والجزر وكذلك المريع أو القصير أولاً المد والجزر الجزر ليس للأكل هما ظاهرتين تتولى على البحر في كل 24 ساعة من ثلاث مرات إلى أربع مرات بمعنى مدين وجزرين أو مدين وجزر واحد أو جزرين ومد واحد بينهما حسب تطور القمر ومدته في السماء وقوة جاذبيته وبداية المد يبقى أفضل أوقات خصوصاً وتصادفه مع شروق أو غروب وأيضاً انحصار المد وبداية الجزر حيث يبدأ البحر في نقصان مسواه الضغط الجوي الضغط الجوي أيضاً من العوامل الجيدة التي تتأثر في شهية السمك وكما هو معلوم أن الجو يتميز بكونه يتشكل مع نوعين من الضغط أولهما الضغط المرتفع وهو ما فوق قياس 1021 باروميتر وما دونه يعتبر ضغطاً منخفضاً والضغط المنخفض أجود لكونه يتشكل فوق كثل مياه دافئة الرياح الرياح من العوامل التي تؤثر بشكل خفيف على شهية السمك فقوة هو بها من العذمه ليس له أي تأثير اللهم تعكر المياه ونقصان رؤية ولكن أكثر تأثيراً هو اتجاههم من منطقة لأخرى ويجب مراجعة الأمر مع الرياح في منطقتك لأنهم يعرفون ما هي اتجاهات التي لا يأكل فيها السمك عند هبوب الرياح منها أيضاً صفاوة المياه من الأمور التي يجب دائماً الاهتمام بها وأفضل المياه المتوسطة الصفاوة بحيث تكون في صالحك وإليكم الخلاصة هذه الشروط هذه الشروط التي توفرت كلها أو بعض منها فهو جيد لكن ليس شرطاً أن تكون على يقينتان بأن السمك سوف يأكل في الصيف ليس الشتاء أو الخريف فالظروف والمناطق تختلف ويبقى عامل حظ مهما مهم جداً فحتى في أكثر الظروف قصاوة في البحر يمكن أن تجد العكس عموماً هذه معلومات قد توفيدك أخيراً لا تعتمد إطلاقاً على الجذول الكور ليوس في موقع ماريبيتش فهو ليس صديقك دقيقاً والسلام عليكم إخواني ونتملنا أن نكون قد أفدناكم بالقليل الذي نبحثه في المواقع كذلك ليس من معلوماتنا الشخصية ولكن نبحث في معلومات ونرخصها لكم ونأتي بها لكم أعزائي الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته